اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لم نكن نعلم في اي اتجاه تمضي الانتخابات بمعنى لم نكن ندري من سوف يفوز بهذه الانتخابات او يحقق اكبر نسبة من المقاعد في المرحلة التالتة يمكن ابرز ملمح فيها اننا بيتنا نعلم الى اين تتجه الامور الطيار الاسلامي بات مسيطرا بشكل كبير ولما بنكلم عن الطيار الاسلامي لا نقصد به فقط جماعة الاخوان المسلمين او حزبها الممثل في حزب الحرية والعدالة ولكن ايضا الطيار السلفي ممثلا في حزب النور الى جانب بعض الاحزاب الدينية الاخرى التابعة للوسط او للاخوان وبالتالي نتيجة لان الجولة التالتة من الانتخابات كانت بتجرى في محافظات تتسم بالطبع المحافظ الى حد كبير بحضور قوي للطيار الاسلامي بشقيه السلفي والاخواني عفوا بدأت الصورة تتضح من ان هناك توسع لعدد المقاعد التي سوف يحصل عليها الطيار الاسلامي وبتنا بصدد توقع بان الانتخابات محسومة سلفا او معروف نتائجها بشكل كبير ربما كان هذا الفارق الجوهري بين هذه الانتخابات والجولتين السابقتين فارق اخر وهو تراجع الاخطاء التي كانت موجودة في المرحلتين الاولى والثانية تجاوزات الانتخابية بالضبط لانه تم الاستفادة من بعض الاخطاء التنظيمية والامور الاجرائية وبالتالي بدأت المرحلة الثالثة اقل المراحل الثلاثة من حيث الاخطاء الاجرائية والاخطاء المتصلة بادارة العملية الانتخابية اقل من حيث المشاكل ولكن في نفس الوقت في انا وفي سينة تم اطعط طريق اعتراضا عن تاج الانتخابات وكان في مشاكل حتى تشايف الوقعتين دول ازاي بالفعل زي ما قلت في المداخلة الاولى ان حصل تراجع في التجاوزات والاخطاء ولكن لم تنتهي كليتا يعني ممكن الانتخابات المقبلة ان شاء الله نقدر نتلافى فيها هذه المشاكل ولكن تبقى تبقى ايه؟ فكرة تسريب بعض المعلومات غير المؤكدة عن نتائج الانتخابات وده اللي جرى الحقيقة في انا مع عبد الرحيم الغول واخرين وجرى ايضا في شمال وجنوب سيناء وهو ان بعض المندوبين اثناء عملية الفرز يسألون بعض رجال القضاء يعني المؤشرات الاولية فيؤكد له ان المرشح الفلاني او المرشح الاخر شكله كلا كاسبان بالضبط زي ما حضرك قلت شكله هيفوز وبالتالي الرجل بيرفع سماعة التليفون وبيتصل بالمرشح او بالرجل الذي يمثله ويقول له ابشر انت نجحت في الانتخابات او في طريقك لان تنجح طبعا الرجل مش بينتظر فبيبدأ يقيم الافراح والليالي الملاحز ما بيقوله في هذه المحافظات اللي هي القبلية القبلية الطابع ونفاجأ بعد ساعات يتم الانتهاء من عملية الفرز وتعلن النتيجة بشكل نهائي بان هذا الرجل لم ينجح او انه لديه اعادة او انه يعني وهكذا وبالتالي من هنا تحدث المشكلة فتسريب بعض المعلومات عن النتائج بدون التأكد بشكل تام ونهائي من عمليات الفرز وما الى ذلك هو الذي احدث هذه المشكلة لدينا ايضا مشكلة وهي تقبل الناس لنتائج الانتخابات يعني حتى لو تم تسريب معلومات خاطئة وتم نفي هذه المعلومات فيما بعد وتأكيد معلومات جديدة موثقة على الناس ان تتقبل النتائج ولا تتصرف بمثل هذه الطرق لاننا الان نعيش عصر حرية عصر ديمقراطية وبالتالي لا يجب يعني من ضمن شروط الانتخابات النزيهة القبول بنتائج هذه الانتخابات حتى ولو لم نرضى عنها او عن الفصيل السياسي الذي اتت به هذه الانتخابات وده خليني افهم من حضرتك يا دكتور بشير واحنا عملنا انتخابات وهو وطلعت زريفة هل ده بعدك احنا خلاص بقنا شعب ديمقراطي وكده وتمام ونبقا عاديين مبسطين في بيوتنا بقنا ديمقراطيين سؤال في غاية الاهمية الحقيقة لان العملية الديمقراطية لا تنحصر فقط في الانتخابات تعرف حضرتك علماء السياسة ومن اشهرهم روبرت دال قال ان الديمقراطية لها حوالي عشر ملامح من ضمن الملامح دي الانتخابات النزيهة والشفافة يعني الانتخابات واحد من عشر ركائز اساسية لعملية الديمقراطية ولازم تكون هذه الانتخابات انتخابات نزيهة انتخابات حرة انتخابات شفافة طيب ايه باقي معايير العملية الديمقراطية نمر واحد ثقافة الديمقراطية ان احنا نقبل الاختلاف نقبل الحوار نقبل الاخر الذي يختلف معنا دينيا او ثقافيا او سياسيا لا يتم التشكيك في وطنية الآخر أو تكفير الآخر لأنه يتبنى وجهة نظر مغيرة علينا أيضا أن نقتنع ونؤمن بنتائج الانتخابات علينا أن نمكن الطيار الفائز في الانتخابات من المناصب التي من أجلها ترشح للانتخابات يعني إن كان عايزي البرلمان أو الرئاسة مجرد ما ينجح لازم أن نمكنه من تقلد هذه المناصب علينا أيضا في الديمقراطية أن نعتمد على التوافق بمعنى إذا كان فيه فصيل سياسي هو اللي فاز وحصل على الأغلبية مش معناه أنه يحتكر العملية السياسية وإنما عليه أن يتحور مع الآخرين أن يتفق ويتوافق مع الآخرين زي الدستور اللي هم نتكلم عنه الجديد في مصر بما أن التغيير الإسلامي هو الفائز ولو الأغلبية في البرلمان ليس معنى ذلك أن يحتكر نفسه أو وحده وضع الدستور وإنما عليه أن يتوافق مع الآخرين ومن ثم فيه دول ديمقراطية زي بريطانيا يقولك حكومة الظل الحكومة وحكومة الظل بمعنى أن المعارضة تكون جزء من النظام السياسي وتقوم بدور الرقابة على الحكومة وتكون مستعدة لتولي السلطة فور سقوط هذه الحكومة أو انسحابها إما بسبب الانتخابات أو لأي سبب آخر وبالتالي العملية الديمقراطية أوسع بكثير من الانتخابات الديمقراطية توافق الديمقراطية قبول الاختلاف الديمقراطية ثقافة الديمقراطية سلوك وإلا كيف نجري انتخابات نزيهة والناس تعترض على نتاج الانتخابات وتقطع الطرق والسكة الحديث زي ما حصل هذا ليس من الديمقراطية في شيء الديمقراطية عملية مكتملة ولا يمكن اختزالها في إجراء واحد ومن ثم هي أشمل بكثير ولكن الانتخابات أحد الركائز والمؤشرات التي يمكن من خلالها القول أن هناك ديمقراطية من عدم من قتل حقيقة قلتها فكرة قبول الآخر وقبول الاختلاف وكل الحاجات التي قلتها وده تحديداً بعتقد أنه ده من التحدي الأكبر أمام مجلس الشعب الحالي بالانتخابات والمؤشرات والنتاج المبدئية اللي عندنا في مرحلة أولا والتانية والتالتة فوز التار أو الإسلام السياسي بشكل كبير مع أقلية مختلفة إذا كان يسار أو اشتراكيين أو آن كان الانتماءات ده هيعمل حالة من حالات الجدل داخل المجلس هل ده ممكن يخلي يوم بأن المجلس ممكن ينحل لأنه ما فيش توافق داخل المجلس ولا لا محال من التوافق علشان المجلس يكمل وعلشان يبقى فعلا انتخابنا ناس ونحاول نمارس ديمقراطية لحدك كنت بتكلم على ركائزها من شوية يعني بالضبط يعني البرلمان القادم عليه مهام استثنائية يعني أي برلمان في الدنيا لما يكون الدولة مستقرة فيها دستور فيها رئيس فيها حكومة وظيفة البرلمان عادية التشريع الرقابة التمثيل البرلمان هو وضعه مختلف لأنه هيقوم بمهام بناء الدولة مؤسسيا وسياسيا ودستوريا يعني احنا دلوقتي بلا دستور هذا البرلمان منوط به اختيار اللجنة التأسيسية التي طالع الدستور في عملية تسمية الرئيس والاعتراف بالرئيس ليس لدينا مؤسسات يعني نحتاج إلى مزيد من المؤسسات زي مجلس الأمن القومي وغيره هذا البرلمان سيكون دوره محوريا بشكل كبير أما وأن هذا البرلمان سيطر عليه لون سياسي واحد وهو الطيار الإسلامي صاحب الأغلبية فأنه يجب أن يحدث هناك توافق واتفاق ما بين الطيار الإسلامي وباقي الطيارات الموجودة في المجلس سواء كانت لبرالية أو يسارية أو قومية أو من شباب الثورة أو حتى مستقلين وبالتالي التوافق أمر ضروري ومهم لأنه بلا توافق سوف تتوقف عجلة هذا البرلمان عن الدوران لو أن كل فصيل سياسي شكك في نوايا الفصيل الآخر وأهدافه سوف يتم وقف أي مشروع قانون على سبيل المثال طب أخناء يعني من شباب مجلس شعبي بالضبط وبعدين السياسة أو الديمقراطية هي إيه هي الإدارة السلمية للمنافسة السياسية بمعنى الحروب وسيلة لإدارة التنافس والصراع بين الدول ولكنها وسيلة عنيفة العنف في حد ذاته وسيلة لإدارة الصراعات والمنافسات ولكن وسيلة غير مرغوب فيها أما الديمقراطية فروعت وعظمت الديمقراطية أنها فن الإدارة السلمية للاختلافات فن الإدارة السلمية للمنافسات والصراعات وبالتالي في داخل هذا البرلمان علينا أن ندير الاختلافات والتبايونات في وجهات النظر بأسلوب سياسي ديمقراطي سلمي وهذا لن يتأتى إلا من خلال التوافق بمعنى إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبارات ومن بعد ذلك تأتي الحسابات الفئوية أو الطائفية أو الحزبية أما أن يتربص كل طرف للطرف الآخر ويشكك فيه نوايا وأهدافه يعني أنت تريد أن تضع قانونا إذن أنت تريد أسلامة الدولة الآخر يريد أن يضع تشريعا أنت تريد انحلال الدولة ومدنية الدولة علينا أن نثق يكون هناك مساحة من الثقة بين القوى السياسية مساحة من الإطمئنان لتوجهات كل طرف وأن يكون هناك توافق توافق حول مصالح البلاد حول المبادئ الأساسية التي من أجلها يتم إقامة نظام ديمقراطي وأن نتجرد من الحسابات الفئوية والمصالح والأهواء الشخصية من هنا يستطيع هذا البرلمان أن يتجاوز المرحلة الانتقالية ويضع أسو الصلبة ومتينة لنظام ديمقراطي مؤساسي أما إذا لم يحدث هذا التوافق أتصور أن كل السيناريوهات مفتوحة حل البرلمان عدم وضع الدستور الجديد حدوث أزمة في الصلاحيات والاختصاصات ما بين البرلمان وبين المجلس الرئاسي أو المجلس الاستشاري أو المجلس الأمن القومي أو الحكومة أو المجلس العسكري بلا توافق المصير لن يكون إيجابيا بأي حال مالأحوال طيب إحنا هو بنتعلم أعتقد أنه كل حدك قلت علينا أنا شفته بعيد شوية بس حسنا إحنا أخذنا خطوات فيه مش وحشة على ما أعتقد خطوات الديمقراطية مش وحشة حتى الآن بس داخليني أسأل على نظام الانتخاب نفسه وهي فكرة أنه تلتين بالقائمة وتلت فردي وكان صوت الشباب وصوت ناس كتيرة أنه إحنا عايزينه أصلا مية في المية يبقى بالقوائم علشان ده يعطي فرصة أكتر للناس الجداد والشباب اللي لسه لم يمارسوا سياسة بشكل كبير هقدروا ينزلوا في وسط القوائم وهتبقى بشكل مختلف وإن كانت نتاج مخزلة شوية وده ما حققش الهدف منه يعني هيك شايف أنه في المرحلة اللي جاية المفروض أنه نفضل بنفس الطريقة ولا نبقى مية في المية قوائم ولا نرجع تاني مية في المية فردي ولا إيه الحل لده ولا إحنا بنتعلم فنجرب مرة تانية وأكيدها تبع نتاج أحسن الحقيقة إحنا زي ما قلنا البرلمان ده كان برلمان استثنائي إحنا كنا في حالة ثورة مازلنا في حالة ثورة الثورة تستمر لسنوات وليس الأيام ولكن أقصد الموجة الثورية الأولى لما قل كنا في حالة ثورة لأن كلام حضرتك مظبوط أن الثورة مستمرة ولكن الموجة الثورية الأولى هي اللي بيبقى فيها الصدمة هي اللي بيبقى فيها المفاجأة الارتباك فيها بيبقى أكبر فيها التجريب أكتر يعني بالضبط يعني تخيل ما يكون المجتمع في حالة سكون وفجأة بيحصل يعني زلزال أو بركان هائل وبالتالي الصدمة أكبر ردود الأفعال أكبر اللي ارتباك أكتر وبالتالي كان فيه وجهات نظر متبينة من أين نبدأ؟ وهو دايما ده السؤال اللي بعد ما الزلزال بيحصل أو بعد ما الثورة الموجة الفورة الأولى بتبدأ من أين نبدأ؟ منين؟ نتحرك إزاي؟ فالأراء مختلفة ومتعددة وكلها أراء وطنية ما في الشك كل واحد يرى مصلحة الوطن من وجهة نظري وبالتالي اتفقنا في النهاية أن يكون النظام مختلط ولكن النظام الانتخابي وضع طبعا تلتين المقاعد من القوائم الحزبية وتلت فقط من الفردي ثانيا تم دمج بعض الدوائر بمعنى أن كان زمان تلاقي المحافظة فيها تمن أو تسع دوائر النهاردة تلاقي المحافظة ممكن دائرة تلاتة وده الحقيقة عمل مشاكل كبيرة أولا نظام القائمة الانتخابي ده حرم المرأة من وجود تمثيل كويس لها لأن المرأة كان امرأة واحدة فقط على القائمة ولم يشترت القانون الانتخابي أو النظام الانتخابي وضعها في رأس القائمة بس ده خطأ من العاملين القوائم مش خطأ القانون يعني هو بحد أدنى امرأة واحدة كل من الحزب أو اللي عاملين القائمة ما حطوش اتنين تلاتة ما كانش في قانون هيمنع ده ولا ايه تمام بس لو حضرت كان ألزمهم بما أننا مجتمع فيه ثقافة زكورية بشكل كبير عدم ثقة في قدرات المرأة السياسية لو كنت ألزمت الأحزاب بأنها تحط ثلاث سيدات على القائمة أو أربع سيدات وعلى فكرة ده موجود في دول عربية وأجنبي يعني العراق السودان دول كتير جدا بتعمل في نظام القائمة ثلاث سيدات على الأقل أو أربع سيدات على الأقل وبالتالي حتى لو الأحزاب ما عندهاش رغبة أنها ترشح سيدات هي مضطرة بدلل حضرتك لو شفت مثلا حتى الطائرات الإسلامية عدت قليل جدا من السيدات وخلوهم ينزلوا ايه منقبات ويحط لك وردة مكان الاسم طبعا أنا أتعرف على المرشحة ازاي وبالتالي المرأة ظلمت ظلمت من القانون الانتخابي والنظام الانتخابي وظلمت من الأحزاب التي ليس لديها ثقة في قدرات المرأة كل حزب عاوزهم ياخد المقاعد فيخافي حط المرأة في قمة القائمة يخسر فتسأت فيبدأ يتراجع وبالتالي رشح عدد أقل أقل عدد ممكن من السيدات ثانيا وضعها على ذيل القائمة وبالتالي كانت فرصها ضعيفة احنا كان عندنا كام ستة تقريبا بس ده حضرتك ده عندنا في المرحلة الأولى ثلاثة والمرحلة الثانية ثلاثة يعني إجمالي مقاعد السيدات في البرلمان دلوقتي ست مقاعد فقط ده شيء كاريسي ده اللي هو بيهم فيهم القاهرة والجيزة ده هم بالفعل ما أخدوش دول غير في القاهرة والجيزة يعني خارج القاهرة والجيزة معروف كده فرص المرأة وشباب الثورة والأخبار أقل ولكن دايما القاهرة والجيزة عشان الوعي ودور المرأة طب حضرتك في المرحلة الثالثة لو توقعنا لسه النتيجة لم تعلن لو أخذت مقعدين أو ثلاثة أو حتى أربع مقاعد يبقى عشر مقاعد للمرأة في البرلمان من إجمالي خمسمية على الأقل يبقى ده شيء كاريسي ده أحلام طبعا أنها تاخد أربع مقاعد في شمال سينا وجنوب سينا أو يعني مجتمعات محافظة وبدوية وقبلية فصعب أنها تاخد أربع مقاعد لا سي إنها تاخد أربع مقاعد مجازا يعني يبقى عشر مقاعد طبعا ده شيء كاريسي يعني أقل من 2% نسبة تمثيل المرأة في البرلمان وده نسبة ضعيفة تضع مصر رقم 140 عالميا من حيث تمكين المرأة سياسيا في البرلمان تخيالي مصر اللي المرأة حصلت فيها على حق المشاركة السياسية والترشيح سنة 1956 كانت في دول العربية لم تستقل ولم تتكون بعد وتيجي المرأة النهاردة 8 أو 10 مقاعد في برلمان الثورة مع إن المرأة شركت في الثورة وكان من السيدات من هن شهدات ومن هن مصابات وكان لها دور محوري في الثورة أحدك مستغرب لي يا فنم إذا كان حزب النور السلفي اللي أعلن خروجه على الحاكم غلط هو من واخدين 20% يعني برضو وفي حاجات احنا مش فهمنا في الانتخابات المرأة يعني الحزب اللي كان ضد الثورة واخد نسبة كبيرة جدا في برلمان الثورة وده برضو من حاجات اللي عليها وحبكس الانتخابات الانتخابات عملية يتفاعل مع الجماهير حزب النور ده قبل ما يبقى حزب كان فيه حاجة اسمها الطيار السلفي الطيار السلفي قريب من الجماهير والناس المشيخ تولهم حضور يعني احنا عندنا في محافظة الده أهلية على سبيل المثال حيث وولدت أنا تجد الشيخ محمد حسان وده محسوب على الطيار السلفي شعبية جارفة جارفة حتى الإخوان طيار الإخواني يعني عندنا في المنصورة وطلخة يعني مركز إخواني في الدلتا لا الإخوان ما حاش بتكلم عنهم لأنه مش غلوم على الأرض من 28 وعشرين معروف يعني بقى لهم كثير جدا 80 سنة هم بيشتغلوا بس كانت الخضة فعلا في طيار السلفي حضرتك الطيار السلفي يسبق الإخوان المسلمين في الوجود ولكن الإخوان سبقوا مؤسسيا بمعنى الطيار السلفي موجود من قرن 18 من قرن 19 قبل حركة الإخوان المسلمين ولكنه لم يتخذ شكلا مؤسسيا يعني لم يؤسس حزبا ولم يؤسس جماعة لكن الإخوان المسلمين في 28 أسسوا جماعة الإخوان المسلمين في نهاية الأربعينيات بدأوا يؤسسوا تنظيمات زي الأخوات المسلمات وشباب المسلمين وما إلى ذلك لكن الطيار السلفي موجود غير أنه لم يتم ترجمة وجوده بشكل مؤسسي واضح مثلما كان الحال مع الإخوان المسلمين أنا هرجع تاني لمجلس الشعب بس أنا هزارفه مجلس الشورى دوره إيه حضرتك كده بتوثيري نقطة في غاية الأهمية أنا شخصيا تبنيت مشروع عبر الفضائيات وعبر الصحف إن إحنا يتم إلغاء مجلس الشورى أيو أنا هزارفه بيعمل إيه برده ما عميش حاجة يعني حضرتك ده نشأ سنة الثمانيين الرئيس السادات فكر التعيين عشر أعضاء في مجلس الشعب عشر أعضاء غير منتخبين بعض الناس زعلت قالوا طب إحنا كنا عايزين نتعين في مجلس الشعب زي ما أنت عينت عشرة فالرئيس قدامه عشرة بس ليعينهم فقال لك إيه طب يعمل مجلس تاني اسمه مجلس الشورى طيب إيه دوره واختصاصاته مكتوب كده حتى يأخذ رأيه ورأيه غير ملزم طب أنا عملته ليه يعني ده أولا انتخابات استنزاف دوائر تكلفة وفي النهاية كل هؤلاء الأعضاء ليس لهم دور محوري وبشد خطة حتى كلمة محوري في صوغ السياسة العامة للبلاد طيب خليني أقارر مثلا نفسنا يعني من جور السعيد يسعد يعني بالدول العالم الأول اللي عندهم برلمان وعندهم بردو مجلس الشيوخ مثلا زي أمريكا وزي أنظمة مختلف هو عندهم مجلس الشيوخ ده بيعمل إيه يمكن إحنا اللي غلطانين طيب لأ حضرتك النظام البرلماني أو النظام الحكم عند الناس دي قائم على فكرة البرلمان ذو الغرفتين ماشي بمعنى إيه إن البرلمان مقدرش أقول على مجلس الشعب الواحد إنه هو ده البرلمان أو مجلس الشورى الواحد هو البرلمان لأ ده برلمان بغرفتين بجهازين منتخبين والكل واحد منهم صلاحيات وفي بعض القرارات لا يمكن تمريرها إلا إذا المجلسين وفقوا عليها يبقى إذا المجلس له صلاحيات له اختصاصات برلمان منتخب أو غرفة منتخبة ولا يمكن أن يصدر عن البرلمان ككل إحنا قلنا البرلمان بغرفتين آه له هو شورى وشعب يعني بالضبط لا يمكن أن يصدر قرارات إلا بموافقة الغرفتين مع بعض وبالتالي النظام وبعدين ده نوع من الرقابة الذاتية يعني هو بيقولك أن البرلمان حتى يراقب على نفسه من خلال غرفة وغرفة أخرى أمريكا عاملة كده عندنا مجلس شيوخ ومجلس نواب في فرنسا عندنا برضو شيوخ ونواب دول كتيرة بتتابع المنهج ده ولكن بغرض تشديد الرقابة وفكرة تشيكسان بالانسيز فكرة توازن ما بين السلطات لكن عندنا في مصر الأساس اللي أقيم عليه مجلس الشورى لم يكن كده بالمرة يعني لم يكن كذلك وكما عمول لمجاملة الأشخاص بالضبط عملية مجاملة عملية توسيع إن إحنا عندنا برلمان واسع وعندنا أجهزة منتخبة ولكن ليس له دور وفي نفس الوقت هو يستنزفنا انتخابيا يعني المرحلة الانتقالية اللي إحنا فيها حضرتك موارد أربع شهور انتخابات إذا كان مجلس الشعب ثلاث مراحل وتلاث إعادات ده بقى مرحلتين وإعادتين لا هو بقى مرحلتين لما أنا قلت الكلام ده وغيري قال الكلام ده بدأ المجلس العسكري يستجيب فضغط التلاث مراحل ولكن ده مش كفاية يجب إلغاء مجلس الشورى لأنه ليس له صلاحيات هيطول المرحلة الانتقالية هيستنزفنا انتخابيا يعني الناخب زن بوئي روح ينتخب تلاث مرات شعب ويرجع ينتخب شورى ويرجع ينتخب رئاسة ويرجع ينتخب محليات بعد كده لسه المحليات جاية فطبعا ده لسه في دستور ويمكن الدستور يحل الشعب خلعة الديمقراطية في العالم بتنتخب الرئيس وحكام الولايات والبرلمان في يوم واحد والنتيجة بتقلم في نفس اليوم يعني تخيالي إلا التطور ده يعني تخيالي أمريكا يعني ممكن يقولك أن حكام الولايات دول يوم ممكن يقولك مثلا أن البرلمان الكونجرس يوم الرئيس يوم لا ده كله مع بعض يوم واحد ونتيجة بتقلم آخر النهار عشان شعب بيشتغل إحنا عندنا مورناش حاجة فإحنا نروح رايح جيم لا حضركة بيحصل الطرق مقفولة شوف الترافيك بيحصل الله إيه الطرق بيبقى مقفولة استنفار أمني حالة اضطراب وارتباك فضيع جدا في البلد طب إذا كان بلدنا طبيعة التكوين المروري والبنية الأساسية بتاعتها بهذا التعقيد فمن الأجدى إن أنا أضغط العملية الانتخابية وأوفر الجهد الانتخابي على الناخبين لأن المسألة مكلفة ماليا ونفسيا وماديا بشكل كبير جدا وبالتالي لازلت أؤكد وأناشد المجلس الأعلى القوات المسلحة إلغاء مجلس الشورى تماما إلغاء انتخابات مجلس الشورى والبدء فور الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب في الانتخابات الرئاسية فورا والدستور ما نبدأ ما نقول لحضرك الانتخابات الرئاسية تاخد وقت يعني أنت هتفتح الباب للانتخابات الرئاسية وفي نفس الوقت تبدأ في شغل الدستور وتشكل اللجنة التأساسية وتشتغل في الدستور لحد ما تسيب للمرشحين الرئاسيين شهر أو شهرين يكونوا حضروا نفسهم من خلال الدعاية وجمعوا التوقعات والحاجات تكون انت انتهيت من الدستور يجي الانتخابات الرئاسية الرئيس يترشح وتتم الانتخابات وإحنا عندنا دستور موجود بقى عندنا مجل الشعب عندنا دستور والرئيس ونبدأ المرحلة الانتقالية تنتهي ويتم تسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت ممكن أما ان احنا نسيب شهر أو شهرين نجري فيهم انتخابات الشورى اللي لن يكون له سلطة حقيقية ويأخر انتخابات الرئاسة شهرين ويطول المرحلة الانتقالية كمان شهرين أعتقد هذا نوع من الإرباك والإضطراب والتعطيل للعمليات المتحدة يعني هكذا ده الأصوات اللي بتقول الرئاسية بقبل الدستور؟ لا الدستور أولا احنا مش عاوزين الرئيس يجي مش معروف صلاحياته وإلا هنتبنى صلاحيات الرئيس في الدستور السابق أو في الإعلان الدستوري وبالتالي هيبقى عندنا فرعون جديد هيبقى عندنا رئيس صلاحياته مطلقة وإحنا مش عاوزين ده وبالتالي الدستور أولا ثم الانتخابات الرئاسية ولا مانع أن نبدأ في الاثنين معا لأن الانتخابات الرئاسية بتاخد وقت في التحضير وقت في الترشيح وقت في عملية الإجراء يمكن الانتهاء من الدستور في شهر أو شهرين قبل العملية الانتخابية خصوصا لوئن الدستور 71 فيه أربع أبواب يمكن أن نجري تعدلات بسيطة عليها وتستمر موجودة وبعدين نعمل باب خاص بهوية الدولة وبعدين عندنا مشاريع دستورية رائعة نحن عندنا فقهاء دستوريين يمكن أن نحسم الجدل ده في غضون شهر أو شهرين على الأكثر وبعدين الانتخابات الرئاسة وننسى خالص حاجة اسمها مجلس الشورى وانتخابات مجلس الشورى وصلاحيات مجلس الشورى إن ده جدل عقيم لطائلة من وراءه صحيح دكتور بشير عبد الفتاح مدير تحرير مجالة الديمقراطية الصادرة عن الأهرام شكرا جزيلا يا فندم على وجهتك معنا وأكيد بلقاءات تانية إن شاء الله لسا مكملين فقراتنا في نهارك سعيد استنونا بعد الفاصل هيكون معنا الكاتب الكبير أستاذ لويس جريس خليكم معنا